قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتان من نذير فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغت رسالات ربهم ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه فكما أن الإسلام وسط بين الملل فكذلك المسلم وسط بين الأمم فمن فضل الله علينا أن لهذه الأمة العظيمة أكمل دين وأفضل عمل وأعظم ثواب ولماذا سميت مكة بأم الكرة؟ لأنها أصل كل الكرة والكعب المكرمة كما هي وسط الأرض فإن الأمة الإسلامية وسط بين جميع الأمم وكيف تكون وسطا بين الأمم وأنتم تابعون لقبلة اليهود؟ فكان لابد من تحويل القبلة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام فتكون وسطا بين الأمم مستقلين في قبلتكم وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم وأعلاهم نسبا على الإطلاق لا تذهبن في الأمور فرطا ولا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا وفي هذه آية الكريمة دليل واضح وثابت على أن الصحابة رضي الله وأرضاهم خيار عدول ثقات تقبل شهاداتهم ولا يكتمعون أبدا على ضلاله وفي هذه الآية أيضا حث للأمة الإسلامية على دعوة غيره من الأمم إلى الإسلام كل قدر استطاعته لتتم الشهادة للأمة الإسلامية على غيرها من الأمم ترجمة نانسي قنقر